ده راشفير البطل بتاع فيلمنا أما دي فبتكون هارلين والأحداث بتبدأ في لندن ومنروح لمبنى المخابرات الحربية وبنلاقي قوات الجيش الهندي بتدخل المكان علشان تسلم مجرم اسمه زفار ووقتها بيروح العقيد نانند للمقر المحتجز فيه وأول ما بيشوفه بيلاقيه موجود على الأرض قدامه وبيقوله خلال أيام هتحصل اتفعية ما بين الهند وانجلترا بتسليم المجرمين اللي زيك فزفار بيقوله حتى لو رجعت للهند هقدم رشوة للمسؤولين والشرطة وبيسأله يا طرى انت زيهم ولا كلب بيطيع الأوامر فنانند بيتدايق وبيضربه بالألم على وشه وساعتها بيحصل هجوم على المكان وبيتم اقتحامه بكل سهولة ووقتها بيقتله كل الحراس وبيتخلصه منهم وفي النهاية بيتقوله مقر الاحتجاز وبيسيطره عليه وحميد هول بيسلم زفار المسدس بتاعه ووقتها بيهدد العقيد بالموت وبيتريع على كلامه لكن نانند ما بيخافش منه وبيقوله افتكرني كويس عشان هيجي واحد زيه وهيخليك تشوف الموت وساعتها زفار بيضربه بالنار وبينتقم منه وبعدها بيوقعه على الارض وبيكون مصاب وبيغرقه بالخمرة وهو مش عارف يدفع عن نفسه ووقتها بيسيبه المكان وبيقدر يولعه فيه ولما بيركبه الطيارة زفار بيوم مرحميد انهم هيسرقوا ماسة كوهينور الموجودة في لندن وده علشان يوتروا العلاقات بين انجلترا والهند واتفاقية تسليم المجرمين ما تتمش وتاني يوم وسائل الاعلام بتتكلم عن سرقة الماسة بالرغم من الحراسات وكاميرات المرابة الموجودة في برج لندن وبنعرف ان انجلترا خادت الماسة من الهند خلال فترة الاحتلال وفي الوقت ده بنلاقي واحد ماشي في الشارع والمطر نازل عليه وبنكتشف انه راشفير وماسك الجوهرة في ايده بعد ما قدر يسرقها وحميد هول بيقابل رجالته وبيعرف ان اللي سرق الجوهرة عايز خمسة مليون علشان يسلمها لهم وهو ما بيكونش عنده اعتراض وبنروح لمدينة شيملا في الهند وبتكون دي واحدة اسمها هارلين وبنلاقيها عايشة مع جدتها بعد ما ابوها وامها ماتوا وتاني يوم بتروح للمصرف اللي شغالة فيه وبتمارس حياتها بشكل طبيعي ولما بترجع البيت بتشوف اعلام في التلفزيون بيروجوا فيه عن موقع اسمه الحب الحقيقي فبتقرر تشترك فيه والموقع بيحدد لها معاد مع واحد اسمه فيكي ومن ناحية تانية رجالة زفار بيقابلوا راشفير وبيعودوا في مكان وكلهم محصرينه وبيسلموا تابلت علشان يكتب رقم حسابه وهو بيوريهم الجوهرة اللي قدر يسرقها من لندن لكنه بيحس بالغدر وبيفضل يضرف فيهم وبيحاول يهرب منهم وهم عايزين يمسكوه بأي طريقة وساعتها بيستخدم قوته ضدهم وبيدافع عن نفسه وبيتخلص منهم واحد واحد وفي النهاية بينط من فوق المبنى اللي ارتفاعه كبير جدا وبيخرج من البيت لكنه بيكون مصاب وبعدها بنروح للمخابرات الهندية وبيتم تكليف الزابط زوراور باسترجاع الماسة المسروقة وساعتها بيراجعوا كاميرات المرأبة وبيشوفوا راشفير موجود في مطعم في مدينة شيملة ولما بييجي الليل بنلاقي هارلم بتدخل مطعم وبتقعد على ترابيزة وبتكون في انتظار فيكي وفي الوقت ده بيظهر راشفير في المكان وبيلاقيها موجودة قدامه وشكلها عجباته ومش قادر يشيل عينه من عليها وساعتها بيدخل المطعم وبيتفاجئ انها بتبصله لا وكمان بتشاورله وكأنها عرفاه ووقتها بيكتشف انها مستنية واحد اسمه فيكي وهي ما شافتوش قبل كده فبيتقمش شخصيته علشان يقرب منها وبيبدأ يعاكس فيها وبيبان عليه الاعجاب وبعدها بيفضل يرقص ويغني وبيكون فرحان وفي لحظة ما هم مع بعض بيشوف رجالة زفار موجودين قدامه فبيوقع عليها الخمرة وكان عايزها تنظف هدومها وبيحط الماسة في الشنطة بتاعتها ووقتها بيحاول يهرب وهم بيدربوا عليه نار وعايزين يموتوه لكنه بيقدر يتخلص منهم ومحدش بيكون قادر عليه او يقف قدامه وفي النهاية بيهرب منهم بكل سهولة بعدها هارلم بتخرج من الحمام لكن بتلاقي المكان كله متكسر وبتشوف فيكي الحقيقي قدامها وبتعرف انه ادحك عليها ولما بتكون في الطريق بعربيتها بتخبط واحد وللأسف بتوقعه على الارض لكن بتكتشف انه راشفير وكالعادة بيحاول يستغلها وبيكون مصاب بالرصاص في بطنه ولازم يتعالج وبعدها بيروحوا المكان وبيديها كشاف وبتساعدوا يشوف الجرح بتاعه وساعتها بيخرج الرصاصة وبيبدأ يعالج نفسه ولما بيلاقيها مغمضة عينيها بياخد الجوهرة من شنطتها بسرعة وبيديها ازازة خمرة علشان تشربها وبعد ما بتخلصها بتحس انها دايخة وللأسف بتفقد وعيها وهو بيكون حضنها وتاني يوم بتسحب للنوم بشكل طبيعي وبتروح شغلها وبتتعامل كأن مبارح ما حصلش لكن بتلاقي الزابط قدامها وعايز يقبض عليها وهي مستغرباها وبياخدوها في العربية بتاعتهم وبيوروها فيديو لراشفير وهو بيحط الماسة في شنطتها وفي الوقت ده بيزهر راشفير قدامنا وبيحاول ينقذها ولما بينزلوا من العربية علشان يدوروا عليه بيلقوا وقف قدامهم في الاتجاه التاني وهارلم بتسيب المكان وعايزة تهرب منهم بسرعة وراشفير بيطلع فوق الأوتوبيس وبيعرض حياته للخطر وبيقدر ينطوا فوق العربية لحد ما بيوصلها لكنه بيتفاجئ برجالة زفار عايزين يموتوه وهو بيبدأ يواجههم ويدمر عربياتهم وساعتها بيتخلص منهم وبيمسك السلاح الآلي وبيدفع عن نفسه وبيقتنهم بكل سهولة وفي النهاية بيسيب المكان وبيحولوا لكتلة نار ولما بيكونوا في العربية مع بعض هارلم بتزعقلوا علشان ورطها معاه في المشاكل وساعتها بيحاول يطمنها وبيقول لها عمري ما هكون السبب في موتك وبيكون خايف عليها بجد وبعدها بنشوفهم موجودين في مطعم وبتسألوا هم مين اللي عايزين يتلوك ووقتها بيطلع لها الماسة وبيخليها تشوفها قدام عينيها وهي بتتفاجئ جدا أول ما بتعرف ان هو الحرام اللي سرقها ومستغربة هو ليه بيعمل كده وساعتها بيتصدموا أول ما بيلاقوا الضابط في المكان وبيقول لراشفير سلم نفسك بهدوء وفي الوقت ده بيطلع المسدس وبيضرب هارلم بالنار وبعدها بياخدها بسرعة وبينط بيها من فوق الجبل والزبط متفاجئ ومش عارف إزاي هيقبض عليه وبعدها راشفير بيشيل حبيبته بعد ما قدر ينقص حياتها وتاني يوم بتصحى من النوم وبتتفاجئ انها في مكان غريب ولما بتخرج بتلاقي نفسها على البحر ومش فاهمة إيه اللي بيحصل من حواليها وبتروح لراشفير وبتفضل تزعقله كالعادة وعمالة بتتخاني معها لأنه ورتها في عملية السرقة فبيحاول يطمنها علشان يسيطر عليها وهي بتسيبه وبتمشي وبتدخل في الغابة لوحدها ووقتها بتتصل بجدتها اللي بتكون متحوطة من كل وسائل الإعلام لكن للأسف الشرطة بتحدد مكانهم بكل سهولة وبعدها هارلم بترجع لراشفير وبينلاقيه بيحضر الأكل وبيقول لها أنا سرقت الماسة علشان ما حدش يوصل لها ولما بيكونوا مع بعض بيحصل هجوم من رجالة زفار وبيحاولوا يهربوا من إيديهم وعايزين ينقذوا حياتهم وراشفير بيعرف أن هارلن استخدمت تليفونه وأول ما بيدخلوا الغابة بيفضل يضرب فيهم ويتخلص منهم وبيمسك واحد وبيسألوا عن مكان زفار لكن ما بيكونش عارف وبيبلغوا إزاي يوصل لحميد هول ولما بيحاولوا يهربوا بيطردوهم في المياه وراشفير بيبدأ يموت فيهم وبيستخدم مهاراته علشان ينتقم منهم وبيكونوا فرحانين جدا ومع الأيام كل واحد فيهم بيتعلق بالتاني وأول ما بييجي الليل بيروحوا عفلة وساعتها بيدخلوا المكان وبيدوروا على حميد هول وبيعودوا يلعبوا أمار وبيحاولوا يلفتوا انتباه الناس بتصرفاتهم وحميد بيكون شايفهم واخد باله منهم كويس قوي بعدها هارلن بتضرب راشفير بالألم لا وكمان بترمي على وشه الخمرة ولما بتكون فطريقها للحمام حميد بيقابلها وبيفضل يعكس فيها ويحاول يقرب منها وبيتفقوا يشوفها برا المكان وفعلا بيخرج وبيكون مستنيها لكن بيلاقي الماسة موجودة قدامه وبيتفاجئ جدا وأول ما راشفير بيظهر في المكان حميد بيرفع علي المسدس وبيهدده فبيضى يضربه وبيحاول يدفع عن نفسه وبعدها بيتحكم فيه وعايز يعرف مكان زفار لكن رجالته بيقدروا يوصلوله وساعتها بيموتوه وراشفير ما بيلحقش ياخد منه أي معلومة وفي نفس الوقت هارلم بنشوفها راجع للفندق وفجأة بتلاقي الزابط موجود في العربية فبياخدها المقر السفارة الهندية وبيتم التحقيق معاها بشكل رسمي وبيفرجوها على فيديوهات وهي وقفة مع حميد وبيعرفوها إنه مات والزابط بيجبرها تستخدم جهاز تحديد الموقع أول ما تكون مع راشفير وبعدها بنشوفها في الشارع وبتكون محتارة ومش عارفة تتصرف إزاي لحد ما بتوصل لراشفير وبيكونوا ماشيين مع بعض ووقتها بيعرف إن الشرطة قدرت توصل لها فبيطلع الماسة اللي معاه وبيحطها على صور الجسر وبيلاقي في إيديها جهاز التعقب وهو اللي بيدوس عليه والشرطة بتوصل للمكان وبيكونوا محاصرينه ومفيش مفرق قدامه ووقتها بيدربوه من نار وبيقع من فوق الجسر وبيفقد حياته والزابط بياخد الماسة وبتنجح مهمته في النهاية وهارلم بترجع لبيت جدتها بعد غياب طويل وحياتها بتتحول لحزن وزعل على حبيبها اللي مات ومع الأيام بتفتكر كلامه عن مكان نفسه يرجع له من تاني ويعيش فيه فبتاخد عربيتها بسرعة لحد ما بتوصل لعنوان البيت ولما بتدخل المكان بتلاقي اتنين وقفين قدامها وبتمثل إنها بتوصل لهم كتاب طلبوه عن طريق النت وبتدخل البيت وبتحاول تتكلم معاهم وتقرب منهم لكنها بتتفاجئ بصورة راجفير موجودة في المكان ومش فاهم إيه اللي بيحصل وبعدها بتعرف إنه زابط جيش واسمه الحقيقي أجاي ودول بيكونوا في الأساس أبوه أمه وبتكتشف إنهم فاكرين وميت وهي مصدومة من كل كلامهم ولما بترجع للبيت بتاعها بيتم اختطافها بشكل مفاجئ وبعدها بتلاقي نفسها في مكان كبير وزفار موجود قدامها وبيعرفها على نفسه وبيمسك الماسة في إيه وساعتها بيكسرها بكل سهولة وبتطلع في الآخر مزيفة وبعدها بيدخل الزابط وبنكتشف إنه خاين وشغال أصلا مع زفار وبيديها حقنا هتخليها تقول الحقيقة بشكل لا إرادي ولما بيسألوها عن الماسة بتقول لهم موجودة مع راشفير لأنه عايش وكل دي خط عملها عليكم علشان تكتشفوا إن الماسة مزورة وبعدها تخطفوني وبالشكل ده هيعرف موقعكم بكل سهولة وفعلا بيظهر راشفير قدامنا وبيوصل للمكان بتاعهم وبيبدأ الاقتحام وبيفضل يضرب رجالة زفار ويخلص عليهم واحد واحد وبيحط القنابل اللي هيقدر يستخدمها وساعتها بيدخل عليهم وفي الوقت ده بيشوفوه لكن بيفضله يضربه فيه وهو ضعيف جدا ومش عارف يدافع عن نفسه وبالشكل ده زفار بيسيطر عليه وراشفير بيقول له الماسة موجودة في لندن ودي خطة واتعاملت بين المخابرات الهندية والإنجليزية ولما بيرفع علي المسدس بيفكروا بنفس الكلام للعقيد ناندا قالهولو في أول الفيلم ووقتها زفار بيكتشف إن راشفير أخو ناندا وساعتها المكان بيبدأ ينفجر من حواليهم وبينفس خطته اللي رسمها بكل دقة وبعدها بياخد من إيده المسدس وبيحاول ينقص حياته وبينشوفه مسك هارلين وبيهرب بيها بسرعة وزفار ورجالته بيسيبوا المكان وهو بيركب الموتسكل وبيكون وراهم وعاوز يصلهم بأي طريقة وهارلين بتمسك المسدس وبتدمر كل العربيات بتاعتهم وبتقدر تخلص عليهم بكل سهولة لكن للأسف بيعملوا حدثة وبيطيروا بالموتسكل وبيقع على الأرض وبيكونوا مصابين جدا وساعتها بيهددوا حياة راشفير بالموت وبيعرفوه انهم هيخطفوا هارلين لحد ما يرجع لهم الماسة ووقتها زفار بيسيب المكان ويمشي وهو ضعيف جدا وواقع على الأرض لكنه بيقوم وبيفضل يضرب في رجالته وبينقذ نفسه من إيديهم وما حدش قادر يقف قصاده وبيطلع يجري وعايز يلحق حبيبته وينقذها لحد ما بيوصل لمرسل يخوت وبنشوف طيارة بحرية موجودة في المكان وبنلاقي هارلين وزفار موجودين جواها وراشفير بيرمي السهمة على الطيارة وبيقدر بعدها يطردهم وبيعرض حياته لخطر وساعتها بيمسك المسدس وبيضرب نار على الزابط وبيتخلص منه ووقتها بيحاول يعطل الطيارة وبينجح انه يوقفها وهارلين بتاخد السلاح وبتبدأ تموت فيهم وزفار بيحاول يهرب لكن بيلاقي راشفير قدامه ووقتها هما الاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما راشفير بيسيطر عليه وبيخليه يسحف قدامه وبيرميه في وسط النار وساعتها بياخد هارلين وبيحاول يهرب لكنه بينضرب بالرصاص ومع ذلك بيطلع يجري وبينط من الطيارة قبل ما تنفجر به وبالشكل ده بيموت زفار ولما بيكون في المياه هارلين بتنقذه بسرعة وتاني يوم بيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى ورئيس المخابرات بيبلغه انه هيفضل ميت في نظر الناس وبيأمره يبعد عن هارلين لانها نقطت ضعفه وساعتها بياخد العلاج بتاعه وبيشربه لكنه بيحس انه دايخ وبيلاقي هارلين هي الممرضة وبتقدر تخرجه من المستشفى بكل سهولة وبتوديه البيته علشان يشوف اهله اخيرا وهناك بيلاقي ابوه موجود قدامه وبيحضنه بعد غياب طويل جدا وبيرجع لامه وهم الاتنين عمالين بيعياته جامد وبيمسك ايد حبيبته علشان يبدأوا حياتهم مع بعض وهنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زرار الجرز واستنونا فيلم جديد